بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم وقتف أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أرحب بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من الآداب الإسلامية وسنتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن آداب السفر مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند مؤمن ومؤمنة أن بني آدم والإنسان قد تعتريه أحوال يضطر إليها إلى الانتقال من بلد إلى بلد أو الانتقال من بلده إلى بلد آخر لأي غرض من الأغراض التي تعترض عليه أو تعتريه فقد ينتقل من بلده إلى بلد آخر ويسافر من بلد إلى بلد آخر من أجل الدراسة أو من أجل العلاج أو من أجل السياحة أو من أجل عمل ما أو لأي غرض من الأغراض الدنيوية المباحة فهذا يعتري كل بني آدم وكل إنسان سواء كان رجلا أو مرأة وديننا الإسلامي وكذلك شريعتنا الإسلامية حثتنا وشرعت لنا جملة من الآداب ينبغي على كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة أن يتحل بها حال سفره لأن السفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطعة من العذاب لأنه سيغادر بلده الذي اعتاد عليه والذي تربى فيه فانتقاله من بلد إلى بلد وسفره من بلد إلى بلد على كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة أن يتحل بجملة من الآداب حتى يكون سفره مفيدا والسفر له فوائد عدة وهذا ما ذكره الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ونظم أبيات شعرية في هذا المعنى حيث قال تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدين فهنا الإمام الشافعي رحمه الله ذكر أن فوائد السفر كثيرا وأهمها وأساسها خمسة فوائد تفريج هم قد يكون فيه تفريج للهموم والغموم وإكتساب معيشة قد يكتسب معيشة أفضل مما كان من قبل وعلم وآداب يكتسب علما شرعيا أو علما نافعا وآداب يكتسب أدبا وكذلك صحبة ماجدين يكتسب ويكسب أصدقاء سواء كان في بلده أو في بلد آخر فمن الآداب التي حث عليها ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية في السفر صلاة الاستخارة لأنه مقدم على سفر فلابد أن يستخير الله سبحانه وتعالى هل في سفره نفع أم ضرر كذلك هل توقيت السفر فيه نفع أم ضرر كذلك البلد الذي سيقدم إليه هل فيه خير أو فيه شر من أجل ذلك ذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن كما ثبت ذلك في صحيح مسلم فعلى كل مسلم ومسلم ومؤمن ومؤمن إذا أراد السفر أن يستخير الله في سفره هذا كذلك أن يتقي الله سبحانه وتعالى في سفره هذا ومن الآدب التي ينبغي أن يتحل بها أن لا يكون وحيدا وأنما يكون مع رفقة من رفقائه لذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب فلابد أن يكون معه صحبة حتى لا يستهويه الشيطان في سفره وهذا ينطبق على السفر في سابق الأزمان وكذلك السفر إن كان لوحده في السيارة أما في الطائرة فقد يكون الحكم خفيفا لأن في الطائرة لن يكون لوحده وأنما سيكون مع مجموعة من المسافرين كذلك عندما يذهب إلى بلد آخر في نزوله في فندق أو في شقة أو مثلا في ذهابه إلى الأسواق أو إلى أي مكان من الأماكن السياحية هناك أو إذا كان ذهب في رحلة علاج لن يكون لوحده وأنما يكون مع مجموعة من الناس فهنا قد يكون الحكم خفيفا في هذه الحالة عدنا إليكم بعد الفاصل إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات من خلال برنامجكم من الآداب الإسلامية وقد ذكرنا قبل الفاصل جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها حال السفر ومن هذه الأدب أنه يستخير الله سبحانه وتعالى وأن يتحلى بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن لا يكون لوحده حتى لا يستحش وحتى لا يستهويه الشيطان وقد ذكرنا أنه في حال سفره بالطائرة قد يخفف هذا الأمر قليلا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسافر والمسافرة كذلك أنه إذا ارتقى إلى مكان مرتفع أنه يكبر الله سبحانه وتعالى فيقول الله أكبر وإذا انخفض يسبح الله سبحانه وتعالى ويقول سبحانه الله لأنه ثبت ذلك عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتفع قال الله أكبر وإذا انخفض قال سبحان الله هذا ما هو ثابت عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك من الأمور التي ينبغي الحرص عليها حال سفره أن يكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى لأنه ثبت عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن من الدعوات التي لا ترد من الله سبحانه وتعالى هي دعوة المسافر فالمسافر سفر مباح أو سفر طاعة لله سبحانه وتعالى إذا دع الله سبحانه وتعالى فأنه أحرى لإجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى فكل مسافر وكل مسافر سواء كان سفرا مباحا أو سفر طاعة كالذهب إلى العمر أو لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص على الدعاء لله سبحانه وتعالى لأنه في هذه الحال يكون أحرى لإجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى كذلك من الآداب التي ينبغي أن يتحل بها المسافر والمسافرة التعلم والتفقه بالأحكام الشرعية المتعلقة بالسفر وخصوصا ما يتعلق برخص السفر فلو نظرنا في ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية وفقهنا الإسلامي أنه ركز على موضوع رخص السفر فلو نظرنا في القواعد الفقهية نجد أن أحد القواعد الفقهية الخمس الكبرى هي قاعدة المشقة تجلب التيسير فالقواعد الفقهية الخمس الكبرى هي الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلب التيسير ولا ضرر ولا ضرار والعادة محكمة فالمشقة تجلب التيسير من القواعد الفقهية الخمس الكبرى ولو نظرنا في شروح هذه القاعدة قاعدة المشاقة تجربة تيسير نجد أن من شروحها وأنفلتها ما يتعلق برخص السفر فربنا سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه وهذا ما أخبر به نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الحديث الصحيح أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما لا يحب أن تؤتى معاصه فرخص السفر والإتيان برخص السفر والترخص برخص السفر هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى ورخص السفر كثيرا منها الفطر حال الصيام إذا كان في رمضان كذلك التيمم كذلك قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وغير ذلك من هذه الرخص التي تدل على سماح الديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية وعلى تيسير ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية فعلى كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمن إذا أراد السفر سواء كان سفر طاعة أو سفر مباح أن يتعلم ويتفقه بالأحكام الشرعية المتعلقة بالسفر خصوصا ما يتعلق برخص السفر فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين وإلى لقاء قادم في حلقة قادمة إن شاء الله حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة